موضوع الرئاسي اليوم هل حتى انتهاء قبل عودة الموفد الفرنسي هل في وقت معين لعودته أم يخلص الإجازة الصيفية يعني إجازة صيفية وإجازة سياسية وفعلا يعني أنه هو اللي حي يستلم مهامه بتطوير مدينة العلا في المنمك العربية السعودية بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما بقى عنده وقته ما بده السجل أنه انهزم باللبنان سياسيا ودبلوماسيا لكن العودة رهن الظروف الظروف الداخلية والخارجية والإقليمية أكيد هل هو العودة بأيلول هو الوصول إلى طاولة العمل يلي سماها طاولة عمل هل سيكون هناك حوار هل سيكون هناك نقاش هل ستؤجل الزيارة كل عائد لرهن الظروف الداخل وخصوصا بعد هالتطورات الدراماتيكية تحصل على الساحة اللبنانية من عين الحلوي لكوعة الكحالة مثل ما سبق وأشرنا أيضا قد تحصل أمور أخرى أمنية سياسية في لبنان في الإقليم في الخارج وما ننسى اليوم شغلة كتير مهمة يلي هي لعب يصير بالمثلت السوري العراقي اللبناني وشمال سوريا وعودة داعش وتصفية الحسابات والتهديدات الأمريكية وسواها كل ذلك مرتبط ولبنان ساحة بالنهية لتلقف كل هذه الأحداث والتطورات في الإقليم من هنا في ناشى نأكد أنه لدريون راجع بأيلول ربما قبل أيلول وربما بعد أيلول أو في خلال الموعد اللي حددوا والاتصالات جارية على قدمين وساق لكن حتى الآن ليس هناك ما يشي ويؤكد أن الرئيس سينتخب في أيلول البعض سابق وأشار أنه في حزيران في رئيس ما تأكد هذا الشيء وما كان فيه بحزيران رئيس وربما بأيلول ما فيه رئيس ربما آخر السنة وقد يطول الشغور وكل ذلك عائد للظروف الإقليمية والدولية ونحن في لبنان على كوع الانتظار والترقم هل ما حصل أضر اليوم بمسألة قائد ترشيح قائد الجيش العماد عون؟ من الطبيعي عند الأطراف شفنا هجوم نائب العنيف نائب نديم جميل هجوم عنيف على قائد الجيش هذا ممكن يكون تعزز موقعه عند طرف آخر ولكن أنا باعتقادي الرئيس سينتخب في لحظة مؤاتية وأيضا الثناء الشيعي أصر على ترشيح رئيس طيار المرد النائب السابق إسليمان فرنجي في أكثر من أي وقت مضى بعد أحداث الكحالة وبعد كل تطورات اللي حصلت لأنه بيقول لك أنا بدي رئيس يوقف حدي يوقف معي ما يتركنا بنص الطريق وبيشوف بسليمان فرنجية هذه المواصفات وأيضا قد يكون أطراف أخرى إلى جانب حزب الله بعد هالاستفافات بعد انفراض تقاطع المعارضة أو المعارضات بعد عودة الحوار بين حزب الله والطيار الوطني الحر ممكن النائب باسيل أو تكتل لبناء القوي وربما جزء أساسي منه يكونوا إلى جانب فرنجية يعني حتى الآن الصورة لم تتبلور لكن كل الاحتمالات ورية في ظل ما يحدث من تطورات وتراكم هذه التطورات على غير صعيد هل كلام الوزير جبران باسيل عن انطلاق المسار البحث عن اسم توافقه هو واقعي اليوم أم مثل ما اعتبر الحزب أنه لا بعد ما فيه يعني ذهاب إلى هذا الحد بمسألة الحوار البعض أكد أنه حزب الله بعد كلام النائب محمد رعس رئيس كتل وفاة المقاومة أنه فينا نحكي باسم آخر البعض أشهر إلى قائد الجيش أكيد الوزير باسيل ما لا يحكي ما بده قائد الجيش قد يقبل بفرنجية ولا يقبل بقائد الجيش لجملة اعتبارات أنه بيعتبر أنه قائد الجيش كمؤسسة عسكرية بيكلوا من صحن الطيار لكن حتى الآن الثناء الشيعي متمسك بفرنجية ما فيه شي جديد وتقاطع المعارضة وقالها لرئيس حزب الوطني الأحرار كامير شمعون بعد زيارة النائب توني فرنجية نحن نفتش عن اسمها واسمين بمعنى قد تحصل متغيرات يجب أن نقرأ زيارة توني فرنجية إلى بيت الأحرار وهناك حديث عن جولات أخرى للنائب توني فرنجية على مرجعيات سياسية وحزبية انتخبت جهاد أزعور هناك عادة قراءة وتقييم لكل المرحلة السابقة كنا بميشيل معواز صفينا بجهاد أزعور ربما اسم تلت لتقاطع المعارضة أو المعارضة